بناء على الكلام ده عايزين نعرف اللين ونفهم ايه علاقته بالوست يبقى التعليف بتاعه هو انا عايز اشيل الحاجات اللي ما بتعمل ليش اي قيمة اللي هم التمن حاجات اللي احنا مشاولين عليهم دول و ازبط السابلاي بداعي بحيثنه دايما يكون لا زيادة ولا نفس ده لعبة اللين كانت بشرحولنا زمان يقولك اللحمة المشفية يعني بتشيل بقى العظم وتشيل الشغط وتبدأ اللحمة ده بقى ايه الحاجة الشغلانة المشفية لكن انا عشان اطبق اللين لازم لي حاجات معينة في المؤسسة بتاعتي component for successful implementation of lean management ما هي هذه الحاجات حوالي خمس حاجات بسيطة لكن essential جدا عشان ابقى عندي القوة ان انا اعرف اطبق اللين داخل المستشفى اول حاجة الكلتشر بتاعي يكون بعيد عن اللون focusing on the process not blaming individuals يبقى انا لازم اغير الكلتشر بتاعي وبقى مش قلقان عشان اعترف بالخطأ بتاعي وعشان ابدأ احسن الحاجة اللي انا بقدريها دي طيب وايه ثاني لازم يكون عندي manager act as a facilitator mentor and coach يعني ده راجل بيسهل لنا الموضوع وريس وقدوة وكمان بيكاتشن علينا كات المنتخد فانا لما يبقى عندي ريس بيمشي الامور كويس احب اشتغل تحت ايه لكن لو حسيت النفاج اللي يعني ما يكسل ما بيبصش ما بيعملش مش عارف ايه فطبعا الليدرز من هذا النوع لو مش موجود صعب جدا ان نطبق الليدرز من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تكون عندي علشان اعمل successful implementation الليدرز ان يكون عندي quality manager شغال حل بيشتغل على الريديزاين بتاع البروستس بيحب يجدد البروستس بيعمله editing او ريديزايننج على اساس ان هو يحسن فيه وده نابع من الادفيرس اللي بتحصل في المستشفى فانا لما شوفها ابدأ احسن كل مرة اعمل يا روت كوزي improvement project وابدأ احسن في البروستس بتاعي هذا النوع من ال quality leader او ال quality manager لما يكون موجود بيسهل لي جدا عملية ان انا طبق اللين زي ما هنشرح دلوقتي كمان لازم وانا بشتغل على problem solving احل المشاكل بتاعتي احلها ب scientific methods scientific methods معروفة يا جماعة احنا اخدناها فيه chapter 4 حاجات كتير جدا زي brainstorming وزي استخدم 5Ys فيه tools طبعا كتير جدا جدا بنستخدمها الإشيكاوة ال cause and effect diagram فطبعا لازم استخدم tools اللي هي scientific في حل المشاكل لان مش هتعرف تحل المشاكل فراضة ابدا لازم اشرك كل الناس الموجودين على ال front line اللي على خط الجبهة الراجل اللي بيحارب اللي بيقابل المريض وبتحصل له المشاكل معاه ليه؟ لانه هو الوحيد اللي عارف ازاي يحل المواضيع فبيقترح فلما اخد الاختراحات دي كلها ممكن الاقي الحل اللي موجود عندهم مش الحل اللي موجود وانا اقاعد ورا المكتب يبقى انا النقطة بتاعتي علشان اعمل successful implementation لازم يكون عندي culture خالية من ال blame لازم يكون عندي manager نج يشتغل facilitator ومنتل وكوتش quality manager شغال ممتاز في المستشفى عندي وبيقلل adverse event ويشغال على redesign of processes ولازم احل المشاكل بتاعتي بطريقة scientific واخر حاجة ان انا اشرك front line stuff في حل المشاكل المرة الجهة هنتكلم على tools هنقضي فترة طويلة في موضوع tools ده لانه tools كتيرة جدا والtools انا شرحتها يعني اوسع من المفروض انها تشرح في ال cbhq لكن هتلاقوا كلمات و terms موجودة داخل الامتحانات وحتسأل ايه ده و ايه ده فعشان كلا انا شرحتهم للمعلومات في نفس الوقت لو انت تخصصت اكتر في ال lean او 6 sigma هتبقى المعلومات دي منسبة لك قائمة جدا اشتركوا في القناة